سعديا دائما أعلن المنظمون بقصر الثقافة المفتي زكريا يوم الثنين خير المؤتمر الصحفي عن انطلاق معرض التكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك في الفترة ما بين 15 و 17 من شهر مارس الجاري وهذا المعرض سيكون برعاية وزير بريد واتصالات والوزير المنتدب لدى الوزير الأول مكلف باقتصاد المعرفة ومؤسسة الناشئة كما ينتظر ان يشارك عافية على المعرض كل من وزيرة الثقافة وزير رقمنا والحصائيات بالإضافة للعديد من العارضين والشركاء وضح مستشار الوزير المنتدب لدى الوزير الأول مكلف باقتصاد المعرفة المؤسسة الناشئة نوردين وضح خلال المؤتمر ان الوزارة تشجع دائما هذه المبادرات التي تعمل من اجل جمع الشمل وتبادل الخبرات موضيحا أن مجموعة كبيرة من مؤسسة الناشئة تعمل في تكنولوجيا الإعلام والاتصال نحن في الوزارة تعمل على كل حال شجعنا دائما هذه المبادرات شجعناهم ونشجعهم كل المبادرات لتعمل من أجل شمل بالأجل الناس يعملوا كيف كيف من أجل تبادل الخبرات من أجل الالتقاء باحترام التوصيات الويقائية ثاني نقطة مهمة أن في الوزارة التعنام ناس كثيرا من الأحيان يديروا الخلط بين الاستغطاء والتكنولوجيا مجموعة كبيرة من مؤسسة الناشئة تعمل في الاي سي تي تكنولوجيا الإعلام والاتصال ولكن المؤسسة الناشئة تعمل كذلك في الفلاحة وتعمل في الطاقة الاي سي تي تكنولوجيا الإعلام والاتصال واحدة من أهم الميادين في هذه المؤسسة الناشئة لو أكد المدير الفرعب ووزارة البريد ومواصلات سلكية واللاسلكية علينا بأن الوزارة تسعى لإنشاء مجتمع معلومات شامل جميع أفراده استعملون تكنولوجية المعلومات والاتصال على قصد تحسين معيشتهم والذي أصبح ضرورة خصوصا في ظل جائحة الكورونا البريد وتكنولوجية الإعلام والاتصال تسعى ساعة وتسعى دائما لإنشاء مجتمع معلومات شامل مجتمع معلومات شامل هو مجتمع أين جميع أفراده يلجأون إلى استعمال تكنولوجية الإعلام والاتصال قصد تحسين معيشتهم سواء كانت في مجال الدراسة أو في مجال الصحة أو في مجال العمل أو حتى التواصل بين الأقرباء والأصدقاء إنشاء هذا المجتمع المعلومات الشامل أصبح ربما ضرورة خاصة في غضون هذه الجائحة كوفيد أصبح إذن لزاما علينا أن نسرع الوتيرة أكثر من أي وقت مضى للوصول إلى هذه الغاية إلى هذا الهدف